النهاردة انا حابب علشان احنا بنقول ان احنا بننقل الحقيقة فلازم بننقل جزء من الواقع والحقيقة مع حضرتكم مبارح فجأت انه محرك بحث جوجل زينا زي كل الناس المتابعين للشأن المصري ومهتمين بالتفاصيل عنده متابعة دقيقة عبر جوجل اي حد بيذكر مكملين او بيذكر وسائل الاعلام في الخارج او الاعلاميين باسماءهم المختلفة بتيجي على جوجل رسالة انه في ذكر اسمك او اسم كذا او كذا زي ما بيظهر يوميا بشكل صريح ومستمر لكن فجأت ابارح انه هناك منشط بان احنا مجموعة خونا وده يعني ليس جديدا علينا على موقع اليوم السابع وبيدعي كذبا ان احنا اوجدنا حجة جديدة في برنامج الو مكملين هذه الحجة ان احنا عملنا تايم لاين معين مدخلة اي متصل مدتها 30 ثانية واقل من ذلك 10 ثواني 15 ثانية مجاش المتصل على اهوانا فبنقطع عليه هكذا قال واختار طبعا ايمان نور وقال انه برنامج الو مكملين بتقدمه الموزيع الاخواني اين كان اطلع بس سيبنا من التفاصيل دي وانه هناك تقنية جديدة لجأ اليها والمكالمات وانه ده يعني بعد هجوم قاسي من قبل المصريين لقانون درس قاسي في الوطنية يعني حضراتكم بارح كنتوا شاهدين على البرنامج او تحديدا يوم الجمعة اللي فاتت كان فيه هجوم واضح والناس بتشتم براحتها ومنحقها وبنسمحها وبنسمح بالجدال ونوصل لنقطة اتفاق من اجل مصر لا اكثر لا اكثر والاقل لكن لما خالد صلاح ونقول بقى هنا جماعة انا عاوز حضراتكم تسمعوا ان هناك كذب وتدليس وتخوين لا علاقة له بالواقع طلع اللي بس على الصور يقوم بقى يقولك ان احنا حددنا 30 سنية 30 سنية نستقبل في الاتصال الاتصال ما عجبناش نخليهم 14 سنية الاتصال ما عجبناش نخليهم 5 ثواني وكأن هناك زي ما هما بيقولوا ادعاء لا علاقة له بالواقع ان احنا عاملين 30 سنية اي اتصال مش عاجبنا نقول له يلا تفضل روح من هنا مش عاوزين اتصالك ولا عاوزين نسمع عنك عندنا 14 سنية دي حلقة يوم الجمعة اللي انا كنت فيها بقدم البرنامج بنتكلم فيه عن زيادة الاسعار وطحن المواطن اقول الخبر ده اللي بعديها 6 ثواني انا انا عاوز بس انا مش عاوز اقف على الجزئية دي لكن اعاوز اقول حاجة ثانية خالد صلاح قاعد فاضي طب انا عاوز اقولك عام خالد يعني حقيقة يعني هاتلي بس الفيديو اللي اعرضناه لأحمد من مصر او غيره مدة بس الحلقة كام بعد اذنك نقرض الفيديو عشان برضو ايه نأكد المعلومة ان احنا او صورة من الفيديو اعرض للصورة كده بس عشان اريح دماغي بس مع النوايات القذرة اللي زي دي اللي الحقيقة عايشة في الكذب والتدليس وما عندهاش خيارات اخرى سوى الكذب والتدليس على الدوام الفيديو او الصورة اللي هنعرضها من حلقة الجمعة اللي فاتت بنستقبل الاتصال وبنقول له معاك خمسين ثانية قول رسالتك بالكامل وما منقطعوش يقول رسالته زي ما هو عاوز خمسين ثانية هي المحددة لاستقبال كل الاتصالات طبعا صورة من الحلقة اللي فاتت زيادة الاسعار وطحن المواطن الى متى نفس البرينتل سكرين اللي موجود في اليوم السابع خمسين ثانية لكل الناس بنستقبل فيها الاتصال بنقول له شكرا حضرتك بعدت اتصالك ومشاركتك معنا النهاردة انا عاوز اسأل سؤال لخالد صلاح يعني حضرتك بتجذب بتضلل الشعب المصري ليلة نهار بتوهم الشعب المصري بانه كل حاجة تحلت في مصر وانه الاوضاع تمام التمام وانه انت مشغول ليل ونهار بانه تمام التمام والبلد احلى من كده مفيش سؤال يعني هو ايه فرق من 30 لخمسين ثانية انت ليه بتجذب في 20 ثانية يعني خالد صلاح بمؤسسة زي اليوم السابع بيتم ضخفها المليارات القام مهولة بيتم دفعها لأذي المؤسسات الاعلامية علشان تهاجم القنوات وغيرها ايه الفرق بين 30 وخمسين ثانية ما تقول ان احنا بنعمل 50 ثانية وحط الدباجة بتجذب ليه تجذب في 20 ثانية وتتدعي كذبا ما انت شايف البرنامج وشايف الحلقات واخد برينس كرين من 4-5 اتصالات يعني انت شايف انهم 50 ثانية بتجذب ليه يا جماعة هو ده اللي عاوز اقوله النهاردة عشان نربط حديثنا بحديث الاعلام المصر عن ان ما فيش عندنا ازمة في سد النهضة ما عندناش ازمة في مصر وما عندناش ازمة في الماء ما عندناش ازمة في الكهرباء ما عندناش ازمة في المحروقات وما عندناش ازمة في الاكل والشرب وما عندناش ازمة في الفراخ وما عندناش ازمة في اللحمة ما عندناش ازمة خالص ومشغولين بـ 20 وخمسين ثانية ايه المشكلة لما تقول 50 ثانية ليه تجذب لأنك عايش في الكذب والتدليس عايش ومعجون بالكذب يا خالد صلاح أنت هو من معك في هذه المؤسسة ما عندكوش غير الكذب لا غير الكذب عنوان دي الحقيقة يا جماعة فنصدقهم ليه؟ ما نصدقهمش لأنهم بيكذبوا بيكذبوا في حشين ثانية طب ما تقول خمسين ثانية تكذب ليه؟ وخبط إيه؟ واستراتيجية إيه؟ موضوع بسيط جدا معانا كم ضخم من الاتصالات اللي بييجي من كل دول العالم محتاجين نسمع كل الاتصالات فحددنا خمسين قلت خمسين ثانية بتكذب ليه؟